شابتر 4 Chemical Bonds الروابط الكيميائية المحاضرة الخامسة Formal Charge Formal Charge هي الشحنة المحسوبة على زرة معينة في Lewis Structure يعني عندي مولوكيول عندي جزيء الجزيء ده مكون من عدة زرات نقدر نحسب الـ Charge الشحنة على كل زرة فيهم بتكون الحسابات بتاعتي مبنية On the basis of an equal sharing of bonded electron bears يعني إلكترونات الروابط بنعتبر عندي نوع من أنواع المشاركة المتساوية بين الزرات Formal Charge بتساوي Valence Electron إلكترونات المضار الأخير ناقص مجموع الـ Unshared Electron الإلكترونات التي لم تدخل في أي روابط زائد نص الـ Shared Electron ونص إلكترونات الروابط طيب ناخد مثال عشان نقرب الصورة لأزهالنا إزاي نحسب Formal Charge لزرة الأكسجين في جزء الماء بنقول نحسب Formal Charge في زرة الأكسجين في جزء الماء الأول أحسب عدد Valence Electron عندي كام إلكترون في المضار الأخير بنرسم 1S2 2S2 2B4 المضار الأخير في 6 إلكترونات نرجع للشكل بتاعنا ونبتدي نحسب Formal Charge قادي عندي زوج من الإلكترونات زوج تاني من الإلكترونات زوجين من الإلكترونات كل زوج بيحتوي على إلكترونين يبقى عندي أربع إلكترونات عندي ربطتين كل ربطة زي ما القاعدة قالت هنعتبر أنها مشاركة متساوية يعني إذا كان هنا إلكترون وهنا إلكترون هنا إلكترون وهنا إلكترون يبقى اللي يخص زرات الأكسوجين هنا 2 يبقى إلكترونات من البوند بير 1 زائد 1 1 من هنا 1 من هنا يساوي 2 يبقى لو طبقنا قاعدة حساب Formal Charge إلكترونات الربطة ب6 ناقص مجموع اللون بير اللي ب4 ومجموع البوند بير اللي هما ب2 6 ناقص 6 يساوي 0 إذن الشحنة أو Formal Charge على زرة الأكسوجين في جزء الماء تساوي 0 ناخد مثال تاني احسب Formal Charge على زرة النيتروجين في جزء حمض النيتريك HNO3 قادي حمض النيتريك الستراكتشار بتاعه وتعالى نحسب Formal Charge النيتروجين 1S2 2S2 2B3 يعني المدار الأخير يحتوي على خمس إلكترونات إلكترونات لما نرجع للشكل نحسب عدد الإلكترونات اللي جايين من اللون بير ما عنديش أي لون بير على النيتروجين يبقى بصفر إلكترونات جاية من البوند بير أربعة عندي أربع روابط كل ربطة فيها إلكترون يبقى أربعة في واحد بأربعة يبقى النيتروجين في الحالة دي هيساوي خمسة ناقص مجموع اللون بير بصفر والبوند بير بأربعة يبقى خمسة ناقص أربعة يساوي زائد واحد يبقى النيتروجين هنا الفورمال تشارج بتاعته هي بلوس ون